أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أكد أن معرض إيدكس 2023 حدث عالمي مهم خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من انصرعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي وفي كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض أكد وزير الدفاع أن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لجميع شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وطيرة الصراعات لإرصاء السلام بالأصال عن نفسي ونيابة عن رجال الكوات المسلحة أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر رمز الكوة والسلام بلد الأمن والأمان فتشرفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصدعات الدفاعية إيديكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة همة يجب أن تتوقف أمامها طويلا بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها وأسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للكوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام في هذا التوقيت الضقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فكانت مصر ومزالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواءها واحتواء وطيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر